أنهى وفد الرفيع المستوى من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية زيارة استغرقت يومين إلى موريتانيا بلأسة السفير حسام زكي الأمين العام المساعد وذلك بهدف الوقوف على الترتيبات الموضعية واللوجستية الخاصة بالتحضير للعقد قمة العربية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الخامسة والمزمع عقدها يوم السابع من نوفمبر المقبل وصرح السفير حسام زكي بأن الوفد التقى خلال الزيارة بكل من وزير الخارجية الموريتاني ووزير التجارة والصناعة وكبار المسؤولين المعنيين بالإعداد للقمة واستمع الوفد على الشرح المقدم في الأمور اللوجستية وكذلك في استعراض أهم المبادرات والأفكار المطروحة بحثها في القمة التنموية وأوضح أن الدورة المقبلة للمجلس الاقتصادية والاجتماعية في نهاية الشهر الجاري سوف تحسم معظم الأمور التي ينتظر أن تطرح على القمة في بريتانيا